السلام عليكم يا شاب أهلا بكم في حلقة جديدة من OnSite النهاردة هنتكلم عن توقعاتي للبريميالليك في الموسم الجديد بالسأب ندخل في الحلقة في نقطتين عايز أتكلم فيهم أول نقطة طبعاً لازم نفرق بين التوقعات وبين اللي أنا أتمنىها أكيد أنا أتمنى طبعاً للشيلسي اللي يفوز بالبريميالليك في نهاية الموسم لكن طبعاً أنا أتمنى حاجة واللي أنا أتوقعه حاجة تانية خالص النقطة الثانية يعني الحالة دي بتتسجل دواتي حالياً قبل ماتش أرسنال وسيتي في الكموريت شيلد أنا كنت بصراحة محتار أسجلها قبل الماتش أو لبعض الماتش لكن لقيت أنها مش تفر في حاجة سواء أرسنال كسب أو سواء مانشستر سيتي كسب البوتولة في الآخر كده كده مش هيأثر على اختيراتي في حاجة الحاجة الثانية يعني بمناسبة بقى الكرام على الماتش أنا أتوقع أن أرسنال هيكسب كسب درع في الآخر بطرورة الجزاء بسبب بحليتنا نهاردة اعمل لايك الفيديو واشتراك القناة وشارك الفيديو مع أصحابك وفعل جرس التنبات يلا بينا نشوف الحالة فيها ايه طيب هابدأ بمركز الأول ترشيحي المركز الأول هيكون ليفر بول يعني ليفر بول مش واخد حقه خالص أجمع في الترشيحات حتى جميعين ليفر بول أو معظم أو أغلب جميعين ليفر بول مش بيترشح ليفر بول السنة دي أن يفوز بـ على الرغم أن ليفر بول دعم الفريق وعمل ملكاته كويس لحد دلوقتي لحد ما يعني غرب الخط الوسط بتاعه كله وجاب عمل أبجريد فيه وجاب زيبوزلاي وجاب ماكليستر لكن لسه جميع ليفر بول ما زالت مش متفاقلة محتاجين لسه لعب ديفندر كويس يقدر يعتمد عليه الفترة الجاية دي طبعا الكلام على روميو لافيا لسه الكلام عليه لكن مفيش حاجة رسمية خاصة بتاحد دلوقتي لكن في نفس الوقت مش عايزين ننسى أن الفريق محافظ على بتاعته طبعا القوام بتاعه كله موجود لحد دلوقتي أليسون بيكر وفندايك وأرنولد وروبيرتسون ومحمد صلاح غيرا الفريق كمان معا كلوب من ثمان سنين اللي راجل لسه مستقر معاهم وفي نفس الوقت ده كان بينافس سيتي على مدار الخمس سنين بكل قوة بالنسبة للمركز الثاني مرشح دايما منشستر سيتي طبعا سيتي محافظ على موظم وقوام الفريق بشكل كبير لحد دلوقتي وطلع بس جندجان وطلع كمان راد محرز وفي كلام كتير لسه لابورت يخرج أو ووكر وطبعا كانسل وفي مشاكل كتير ممكن يخرج وكما برضو من نسبة كبيرة مش هيكمل مع سيتي خلاص لكن الفريق عنده تحدي صعب جدا وحالة التشبع اللي الفريق وصل لها الفريق كسب تشامبيوز ليج السنة اللي فايته توبريمير ليج وكاس انجلترا فاكيد حصل حالة تشبع عند اللعيبة حتى جوارديولا نفسه نعرف ان جوارديولا بيقدر يكسر حتة التشبع دي فرق وكلها لكن المشكلة او التحدي الكبير لجوارديولا السنة دي ان هو نفسه يكون حالة تشبع من البطرات اللي كسبها مع سيتي وفي الاخر انا مش بقولك ان سيتي هيخيش الموسم ده انا بقولك يطلع مركز تاني في الاخر يعني بالنسبة لمركز التالت هرشح فريق ارسنال طبعا فريق ارسنال وارتيتا هيستغلوا البوست اللي حصل على الموسم اللي فات لفريق بتاعه وهيبني عليه الموسم ده ده بالاضافة طبعا لصفقات ومركاته وارسنال قوي جدا وهو اقوى فريق عمل مركاته في التوب سيفن لحد دقتي في البرمير ليج لكن سبب ترشيح الارسنال في المركز التالت ان فريق اول سنة يلعب تشامبيوز ليج السنة دي من سبع سنين طبعا ارتيتا بالنسبة له سنة اولى تشامبيوز ليج لوحده كمدرب لسا وطبعا لعبها مع سيتي كتير وكم مساعد مدرب لجوارديولا قلت خبرة الفريق وقلت خبرة ارتيتا في دور الابطال هيخلي الفريق يخيش متشط في الدور السنة دي بالنسبة لمركز الرابع يعني المركز ده والمنافسة عليها تكون صعب اقوى السنة دي يعني للأسف اربع فرق بتتخانق على المركز ده منشستر رونايتد وتشيلسي ونيو كاسل وتوتنام انا برشح مانشستر رونايتد المركز الرابع الفريق طبعا عمل موسم كويس جدا الموسم اللي فات وهيبني عليه الموسم ده والفريق كامان عمل مركاته كويس جدا وقدر يدعم النواس اللي عنده واخيرهم طبعا هويلند المهاجم اللي جواهم اطلانتا يعني هو كده بنسبة كبيرة دعم كل النواسل في الفريق ويقدر ينافس الموسم ده الحاجة الوحيدة اللي ممكن توقع مانشستر السنة دي لو حد من مدافعين تصاب شفنا السنة فاته طبعا فررنا ما تصاب الفريق خيش في نشاط كديد في الدوري فاعتقد مانشستر رواند بتحدي كبير خاصة كمع مصايب الود ماجواير بالنسبة للمركز الخامس يعني للأسف برشح تشيلسي طبعا تشيلسي النسخة بتاعته بتاعت بوتشتينيو اقوى بكتير من نسخة جراهون بوتر وبوتينشيل اكتر من نسخة تخيل لكن مش عايزين ننسى ان الفريق خسر 15 لعب او بقى 15 لعب من السكواد بتاعه وده رقم كبير جدا عشان تخساره في سكواد كامل في فريق اك صحيح ان تشيلسي مش بلعب في الشامبيوز ليج قوي بطول اوروبية الموسم ده ودي حاجة في صالحه اكيد لكن للأسف معدل اعمار الفريق صغير جدا وقلت خبراته بشكل كبير دي حاجة مش هتستفد منها دلوقتي في الموسم ده او الموسم اللي جاي ممكن كمان لكن على المدى الطويل هتستفد منها كفريق النقطة المضيئة الوحيدة في فريق تشيلسي هي موريسيو بوشتينيو المدرب طبعا عنده خبرات كبيرة ودرب ساوس هامتو في البريمير ليج وعمل معهم شكل كويس جدا ودرب توتن هام وسهل معهم فاينال الشامبيوز ليج وكان بينافس داستر سيتي في 2016 على البريمير ليج فالمدرب عنده خبرات كبيرة جدا واتمنى يقدر يساعد تشيلسي ان يقدر ينافس السنة دي ويعمل شكل كويس للموسم ده بالنسبة للمركز السادس هرشح فريق توتن هام طبعا اخترت توتن هام عن نيو كاسل لان نيو كاسل بيرعب فقطورة اوروبية السنة دي اما توتن هام فمعندوش اي مشاركة اوروبية فطبعا ده يديله راحه اكبر وفرصه اكبر في ان ينكز في الدور الانجليزي ده غير طبعا المدرب بوستكوجلو مدرب كوي جدا لحد دلوقتي وقدر يديف لتوتن هام شكل جديد كمان توتن هام قدر يحافظ على هاري كيل لحد دلوقتي وعلى اقوام الفريق بشكل عام وقدر يعمل مركاته كويس جدا يقدر ينفس به على اقل على اقل الموسم ده بشكل كويس ويظهر بشكل محترم عن الموسم اللي فات مع انتوني كونتي نقطة ضعف توتن هام الوحيدة هي بوستكوجلو المدرب بتاعهم كوي جدا وكل حاجة لكن مش عايزين ننسى ان المدرب ده اول سنة ببريمير ليج السنة دي فطبعا دي تجربة وريسك كبير من ادارة توتن هام حطها في المدرب ده بالنسبة لمركز السابع انا كنت محتار بين فرقين بصراحة نيو كاسل ولا اسطن فيلا اسطن فيلا متحمس جدا اشوفه السنة دي مع قناي امري والمركاته اللي عمله كويس جدا لكن اختار نيو كاسل نيو كاسل يعني اول سنة شامبيوز ليج من اكتر من 30 سنة كمان ادي هاو اول مرة يشارك في البطولة اوروبية كمدرب وطبعا دي رفك كبير لسه مع نيو كاسل ما نعرفش عامل ايه في الشامبيوز ليج او هيقدر يوفق من البطلتين سواء الدوري الانجليزي او الشامبيوز ليج صحيح ان نيو كاسل فريق منظم جدا وعمر ملكاته كويس جدا وخد مركز رابع الموسم اللي فات وظهر بشكل كويس قوي لكن مش هنسى ان الفريق خد مركز رابع بسبب بشواته اللي كانوا بدلعوه زي شيلسي ولا ليفر بول ولا توتن عام حتى مش معنا كلام ان نيو كاسل كبعا كان مميز السنة اللي فاتت عشان الفرق دي كانت ضعيفة لا بالعكس الفريق كان كويس جدا وكان منظم جدا لكن هو عنده تحدي كبير قوي الفريق يحارب على جبهتين حرفيا يحارب على الشامبيوز ليج وعلى البريمير ليج هلا هيقدر ينافس عالطوب فور السنة دي وفي نفس وقت يظهر بشكل كويس في الشامبيوز ليج ولا لا نيجي بقى دولاتي الاوسى اختلت فرق في الدوري او الفرق اللي هطيبط بنسبة كبيرة للموسم ده ابدأ بالمركز العشرين فريق لوتن تاون طبعا لوتن تاون صعد جديد للبريمير ليج بكيادة روب ادواردز الراجل ده كل خبراته كان بيدرب واتفورد في الشامبيونشيب من كم سنة هو قد دي خبراته الوحيدة في البطولة الانجليزية لوتن تاون صعد للبريمير ليج عن طريق بلاي اوفس وابرض صفقاته او امريكاته بتاعهم هما جابوا تهيس تشونج لعب بيرمينج هامو اللي كان بيلعب في منشستر يونيتد من كم سنة ومارفلس ناكان بلعب استون فيلا يعني الفريق طبعا صفقاته مش قد كده ومصفقات على مستوى البريمير ليج خلص ده غير بقى ان ملعب الفريق اضغر ملعب في البريمير ليج كله يعني ربنا يعنى ما اللي هم فيه والمصاب اللي هم يدخلين عليها المركز التاعتاشر يكون فريق شيفلد يونيتد شيفلد يونيتد لما كان مع كريس ويلدر من ثلاث سنين في البريمير ليج كان عامله فريق قوي جدا وقدر انه كان ينافس على المركز التامل واخد المركز التامل فعلا في اول موسم ليه لكن الفريق نهار بشكل كبير في الموسم اللي بعديه وهبط بعديها مع مدربه من الحالي بول هيكينج بوتوم الراجل ده معهم من 2021 وراجل ده كان بيدرب ليدز في 2018 ده اكبر انجاز دي فطبعا الراجل اللي خباراته قوليه جدا في البريمير ليج حتى ما كان بيدرب ليدز كان بيدربهم في الشامبيونشيب صفقات شيفلد دلحد دوقتي يعني بنوا تراوري وبربع مليون يورو الراجل ده وجاب كمان انيس سليمان باتنين مليون يورو يا راجل ده برنامت زعمة صفقات حسا عملية تعملينها دي نيجي بقى المركز التمنتاشر فريق نوتنجهان فورست طبعا بدربه من ستيف كوبر واخدلي بالك طبعا الناس اللي متابعة الكارير ليفر بول عارفة مين هو ستيف كوبر نوتنجهان من الموسم اللي فات فلت بصعوبة جدا في المركز الستاشر في البريمير ليج الموسم اللي فات قدر يفلت بصعوبة في اخر جولة في البريمير ليج صحيح فريق نوتنجهام عمل مركاته كويس تحدي الوقتي الى حد ما جاب إيلانجا من مانشاستر رونيتل بسبعتاشر مليون يورو وقدر يخلص في صفقة كريس وود من نيو كاسل بسبعتاشر مليون يورو وكمان لكن الفريق عنده مشكلة كبيرة ان دين هندرسون ماشي من عنده الحد وما بيحاولوا يجبوه بس لسه مادروش ليخلاصه معه حد دلوقتي وكمان كيلور نفاس انتهى عارضه من باريس ورجع تاني باريس سان جرمان انا بقى مستنى اسمع لكم في الكومنتات انتو بترشحوا مين السندي مين هيفوز بالبريمير ليج ومين توب فور في البريمير ليج ومين هيوبط السندي في الثلاث اخر ثلاث فرقة في الدوري احنا كده وصلنا لحلقة نردر وعجبتك الحلقة دي اعمل لايك الفيديو واشتراك لقناة وشار فيديو مع صحابك وفعل جرس تنبات اشوفكم في اخير حاجة ان شاء الله السلام عليكم